70% من النساء المصابات بالمرض الهرموني تكيّس المبايد ما بيعرفوا أنه عندهم هذا المرض الدكتور محمد غنّام أخصائي الغدد الصم والسكري رح يعرفنا على كيفية تشخيصه ومخاطر عدم العلاج صباح الخير الدكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك أرقام كتير بتلفت للنظر أنه واحد من كل خمس نساء بالأردن عندهم المرض الهرموني تكيّس المبايد ومن المشكلة أنه لنسبة كبيرة ما بيعرفوه هلأ لي ما بيعرفوه؟ شكرا على الاستضافة حاب أحكي أقول شي شو تكيّس المبايد طبعا الاسم هذا اللي أنا بحبش أستخدمه طبعا رح نحكي ليش ورح نحكي على الاسم البديل مرض تكيّس المبايد هو عبارة عن مرض هرموني اختلال هرموني يصيب السيدات والفتيات في مختلف أعمارهم مراحلهم العمرية وهو مرض منتشر بكثرة كما تفضلت تقريبا من كل خمس ستات أو فتيات في واحدة مصابة بتكيّس المبايد هذا عندنا بالأردن عندنا بالأردن وتقريبا أرقام شبه عالمية تقريبا شبه عالمية لأنه هذا المرض تقريبا كما نزاد مع زيادة السمنة في العالم في أستراليا نفس الأرقام في أمريكا نفس الأرقام في أوروبا نفس الأرقام تقريبا اللي هو من كل خمس واحد المشكلة الكبيرة بالموضوع أنه 70% من هذول اللي بتنطبق عليهم معايير تشخيص المرض ما بيعرفوا طبعا ليه ما بيعرفوا هذا اللي رح نحكي بالحلقة شو خطورة الموضوع شو الخلل الهرموني اللي بيكون عندهم أنه بيكون عندهم عدم توازن ما بين الهرمونات الذكرية والهرمونات الأنثوية بحيث بيكون عندها الهرموني الذكري اللي هو التستوسترون أعلى من الحد الطبيعي بجزء تسأليني سؤال أو المشاهدين يخطر ببالهم لأن الهرموني الذكري ضروري جدا لقوة العضلات عشان هيك اللي بيعملوا كمان الأجسام إذا بيستخدموا هرمونات الذكرية مهم جدا لقوة العظم عشان هيك لمفاجأتك ومفاجأة الناس اللي بيعدهم هذا المرض على عكس كل الأمراض الأخرى اللي بتصيب الستات وبيكون عدم انتظام بالدورة بالعادي ما بصير عندهم هشاشة عظم لأنه عندها هرمون ذكري بيقوّل عظم والنقطة الثانية مهم للرغبة الجنسية فلما بنقص الهرمون الذكري عند الأنثى بتنخفض عندها الرغبة الجنسية عشان هيك لما بتنقطع الدورة واحد من الأسباب غير أن الهرمون الأنثوي بيقل أن الهرمون الذكري أيضا بيقل فبتنخفض عنها الرغبة الجنسية لكن هو له معايير طبيعية إذا زاد عن هذا الحد الطبيعي بعطي تكيّس المبايد هلأ دكتور عم بتقول حضرتك وهناك توجه عالمي لتغيير الاسم تكيّس المبايد يعني العالم عم بيقول وحضرتك عم بتقول أنه الاسم أصلا غير دقيق ليش غير دقيق الاسم تكيّس المبايد ممتاز جدا أول شيء إذا أخذناه بس كبشكل مجرد اللي موجود اللي يصطلحوا أنه يسموه تكيّس مبايد يعني هي عبارة مش أكياس مبيضية الأكياس المبيضية المعروفة والتي هي ممكن أحيانا تكون ريسكو في كانسر هاي طلعت معنا صورة نحب نشوف هيك لما نعمل صورة الأمواج الفوق الصوتية للمبيض هيك بيبين شايفين السواد الوراء بعض بشكل دوائر صغيرة على الطرف هاي اللي يصطلحوا أنه يسموها أكياس وهاي منها طلع الاسم أكياس المبايد تكيّس المبايد بس حقيقة هاي مش أكياس هاي عبارة عن حويصلات اللي بتكون فيها البويضة في مراحلها المختلفة حتى تنضج ويصير التفجير وتطلع البويضة وتروح تتلقّح إذا في حيوان منوي يستقبلها فهاي ما بتكون حقيقة الأكياس هي عبارة عن حويصلات لم تصل لمرحلة النمو النهائية وتكون متعدلة ولذلك هو حتى كإسم مجرد خطأ فهي ليست أكياس إنما تبدو لما بيصورها بسطح المبيض كأنها أكياس هذا السبب الأول السبب الثاني أنه هاي نتيجة وليست سبب يعني الخلل الهرموني اللي هسا بنحكي عنه اللي بيؤدي لزيادة الهرمونات الذكرية بيؤدي لوجود الأكياس وليس العكس يعني بمعنى وجودها ليس ضروري للتشخيص يعني بمعنى ممكن واحد يكون عندها تكيّس مبايض وهي الأكياس موجودة بالصورة فهو مرض هرموني هو مرض هرموني أحد أعراضه عليك ينور النقطة الثانية الأهم أنه بيركز على جانب من المرض له شكل المبايض اللي لا إله أي تبعات ولا بيعطيه للمريض ولا الطبيب أنه ينتبه للمضاعفات اللي ناتجي عن الخلل الهرموني فيما يخص عمليات الأيط اللي على رأسها السكري والدهول ومرض القلب وذلك العالم كله الآن بيسعى أنه غير الاسم لأنه هذا الاسم عامل إرباك للأطباء وللمرضى في دراسة حديثة بأستراليا أثبتت أنه 40% من الأطباء 40% من الأطباء 50% من المرضى ما عرفوا شو المرض وركزوا بس على أنه أكياس على المبايض وبالتالي انحرف انتباههم عن طبيعة المرض الهرمونية وعن مضاعفات المستقبلية الاسم اللي يقترحوه الآن بالعالم ويلاقي إعجاب أغلب المهتمين بهذا المرض اللي هو بالإنجليزي metabolic reproductive syndrome أقرب ترجمة عربية إلو اللي هي متلازمة الأيض الإنجابية لأنها بتركز على سبب المرض الهرموني وسبب زيادة هرموني الإنسيلي وقامة عمل الجسم إلو وبتركز على مضاعفاته على المدى البعيد فهذا الاسم صراحة عما قريب ما يتفاجأ المرضى ولا الأطباء نرح يتغير مدامه يعني مرض خلل هرموني والهرمونات هي يعني أساسية كتير بجسم لها تكون متوازنة شو بيؤدي عدم تشخيصه؟ تمام عدم تشخيصه بيؤدي إلى أنه أحيانا فيه أمراض مشابهة إلو الست أو الفتاة ما بتحظى بفرصة تشخيصها والمضاعفات البعيدة ما بنعمل برنامج للوقاية منها هذا مضاره الأساسية واللي هو بالفعل يعني لازم واللي رح تحكي عن جزء من المضار هذا بتحبي بالترتيب بعد ما نبدأ كيف انشخصه هلنا نشوف شو أعراضه يعني إذا الست بدأت مدام 70% ما بعرفه يعني اللي عم بسمعونا إنه يقولوا إنه طب بلك أنا عندي شو الأعراض اللي بتكون أعراضه أحب أركز على نقطة إنه هو إله استعداد وراثي يعني بمشي بالعائلات فإذا الست أصلا في مرحلة شخص لازم تكون منتبهة جدا أول ما تظهر الأعراض عند بناتها إنه ممكن هما كمان يكون عندهم تكاوس مبايد الأعراض نبدأ موضوع الدورة الشهرية بالعادي هذول ممكن يجيهم عدب انتظام بالدورة بمعنى إنه بالسنة أقل من تسع دورات يعني دورتها بتكون قليلة العدد أو ممكن تقطعها الدورة نهائية أو أحيانا ممكن يكون عندها نزيف غزير يعني مجرد إنه نزيف غزير لأنه بطانة الرحم بتكون عندها سميكة ممكن يجيهم بموضوع الشعر زيادة بالشعر في مناطق غير المرغوب فيها وبيكون شعر فرورة الرأس أخف حتى نهم مراهقات وحتى هم مراهقات يعني وجه شعر وجه ممكن يبدأ حتى قبل ما تبدأ الدورة النقطة الثانية ممكن يكون عندهم حب شباب أحيانا بصير عندهم زوائد لحمية بسيطة في منطقة العنق وتحت الأباط لحميات بسيطة هاي أعلامي من تكييس المبايض بصير تغير في لون الجلد بحيث تكون منطقة سميكة ولونها أسود بتشوفها في أسفل الرقبة من الخلف تحت الأباط في المنطقة التناسلية وتحت الثديين بيكون منطقة سودة يعني جلد سميك نوعا ما ولونه أسود الغشيم بفكره مش نظيف يعني عدم نظافة لكن هو حقيقة تتغير بالجلد من مقاومة الجسم لعمل الإنسولين ويعكس أنه الست أو الفتاة عندها تكييس مبايض هذا بيخص تغيرات البلجل طبعا بيكون عندهم بالعادة زيادة بالوزن وصعوبة أنهم ينزلوا وزنهم وبالذات في منطقة البطن يعني بيكون لها كرش يعني أكثر من اللي بعمرها أو بعلتها كمان ممكن يكون عندها صعوبة بالنوم كمان يعني تشخور بتوقف نفسها أثناء النوم وبيكون عندهم احيانا اكتئاب من طبيعة المرض والمشاكل الاجتماعية اللي بيخلقها إلهم عدم انتظام الدورة احيانا ممكن أنه الشعار كمان فبتكون عندها اكتئاب ولما تتزوج ممكن يكون عندها صعوبة بالإنجاب هاي ممكن الأعراضة تكون بكل المراحل العمرية بما أنه هو بسيب النساء بكل المراحل العمرية طب أدق تشخيص وين بيكون يعني هلأ حضرتك دكتور عم بتقول أنه هو أكتر من طبيب ولكن الماسترو طبع الفريق لا سيكون دكتور الغدد الصم بس كيف بتشخص يعني بدي أكد على الجملة اللي حكيتيها أكثر واحد وأقدر واحد يعني قادر أنه شخص المرض هو طبيب الغدد وهو طبعا زي طبيعة بعض الأمراض تحتاج لفريق لمتابعتها وعلاجها هذا الفريق بتكون من طبيب الأمراض الجلدية طبيب النسائي وطبيب الغدد بس ماسترو الفريق اللي بوجه المريضة من حيث التشقيص ومتى تروح لهذا أو لهذا هو طبيب الغدد كيف من شخصه؟ أول شيء نأخذ معلومات من المريضة يعني وين تتوجه؟ هل ستة اللي عندها الأعراض؟ الغدد وليس النسائية الغدد وليس النسائية نأخذ التاريخ عائلة نأخذ إيش بتشكي بالنسبة لوضوع الدورة والشعر ولازم نجري بعض الفحصات الهرمونية حتى نستثني الأمراض اللي هي ممكن تكون أعراضها مشابهة لهذه الأعراض يعني في مجموعة من الأمراض بتعطي أعراض مشابهة لهذه الأعراض فلازم نستثنيها بالأول قبل ما نشخص أنه ستة عندها تكيوس مبايد أوكي نستثني أعراض الثانية طيب هلأ لما يتشخص يعني أصدق دكتور أنه دكتور الغدد الصم هو بيقولها روحين دكتور لسائية أو كاملة جلدية أو هيك طيب هلأ وانس تشخص المراض وعرفنا أنه موجود شو الحل؟ أنا بس حبت نحكي قبل ما أنه تشخص أنه شو الأمراض اللي بتشابهه اللي هي أمراض الغدد الدرقية سواء نشاطة أو كسلها فلازم نفحص الغدد الدرقية لأنه نشاطة أو كسل ممكن يعملوا اضطرابات بالدورة الشهرية لازم نفحص نستثني نعم نازم نفحص هرمون الحليب لأن زيادة هرمون الحليب ممكن تعمل زيادة شعر وممكن تعمل عدم تضام الدورة وعدم قدرة على الإنجاب كمان لازم نستثني مرض مهم جدا هو نقص في إفراز إنزيم معين في الغدد الكذرية بيؤدي أنه تفرز هرمون ذكري أعلى من المستوى الطبيعي هذا مهم جدا يتشخص لأنه ما بتقدر يتحكم أن الست عندها تكيّس مبايد إلا إذا استثنتي لأنه بس تيجي تتزوج وبدأ تنجب ممكن كل الوسائل ما تساعدها لإنجاب إلا إذا أخذت كورتزون هذا نفحص بهرمون معين من سميه 17 هادروكسيبروجسترون فأقل شيء قبل ما تشخص الست تكيّس المبايد ستعمل ثلاث هرمونات أقل شيء وممكن أكثر حسب حالتها والأعراض تشكي منها فحص الغد الدراقية هرمون الحليب والهرمون الذكري 17 هادروكسيبروجسترون بس أهم شيء بنبه بالذات لـ 17 هادروكسيبروجسترون أنه لازم ينفحص من اليوم الثاني لليوم الخامس بالدورة ولازم ينفحص على السبعة الصبح لأنه إذا ما نفحص السبعة الصبح بيطلع نتيجته غلط وهذه فحصات مكلفة فحرام البنت أو الستة تعيدهم لأنه فحص الفحص بالوقت الغلط من حيث الدورة أو بالتوقيت الزماني الغلط طب أطباء الغدد السم يعني بيكونوا أكيد عارفين أنه أمتى لازم ينعمل هذا الفحص هو لازم صراحة بس من اللي بيشوفوا بالممارسة العملية أنا كثير بتيجيني ستات بيعملوا بالجزء الثاني من الدورة وبيجيني كثير براتوا ستات عملات الفحص على الساعة 2 العصر أو المساء فمنضطر نعيد الهيئة وحقيقة أن هذا مكلف فأنا بنصح كل واحد قبل ما يعمل هاي الفحصات بالذات لأنها مكلفة يتحرّ ويتأكد من طبيبه دكتور بأي يوم بالدورة دكتور صايمي أو مش صايمي دكتور أي ساعة ست الصبح سبعة الصبح المساء أو بفرج بس أنا بحكي بشكل عام لهذه الفحص دائما نعملي الجزء الأول من الدورة اللي هو السبنتين هيدروكسي ويكون كبان سبعة صبح نازم صباحا هلأ بدنا نحكي عن العلاج لأنه دكتور حضرتك بتقول أنه ما فيه شفاء منه العلاج تظهر مستمر بس أدي مهم العلاج يعني بتقدر إذا هي ما بدأتخلف تترك حالها أنه خلف لا طبعا مهم العلاج لأنه بصراحة بتتحسن نوعية حياتها ومنعمل لها وقاية من أمراض مثل السكري مثل تصلب الشرين ارتفاع الضغط وتشحم الكبد وإذا بدها تنجب كمان ممكن قل الفرصة ما يصير معها سكري حمل يصير عندها تسمم حمل أو ولادة مبكرة فيه خطة العلاج أول شيء التشخيص الصحيح لازم يتشخص صحيح هذا تشخص صحيح النقطة الثانية لأنه أغلبهم بعانوا من زيادة الوزن الحمية الحمية الغذائية حتى تنزل وزنها للوزن المثالي والرياضة الرياضة بتزيد حساسية الجسم للإنسولين فلما بقل الإنسولين بتقل الهرمونات الذكرية بتنتظم الدورة أكثر حتى لو ما نزل وزنها بالرياضة ممكن تنتظم الدورة الشهرية بعدين نحكي عن الدورة حكينا الأسبوع الماضي عنه الجلوكوفات اللي هو منظم الدورة اللي هو مساعدة السكري هذا غير أنه بمنع الاستعداد للسكري غير أنه بينزل الإنسولين بينظم لها الدورة الشهرية وممكن خمسين بالمئة منهم يدى ما كانوا قادرين ينجبوا بينجبوا لأنه يساعد على الطبوض بعضهم ممكن ما نصل للنتائج نستخدم موانع الحمل حبوب أقراص مانع الحمل أو مضادات الهرمونات الذكرية وأحيانا بحالات محدودة ممكن أدوية التي تساعد على الإنجابة الطبوض أو ممكن نستخدم بعد استنفاذ الجهد في العلاج الهرموني أحيانا الليزر لحالات محدودة بعد العلاج الهرموني وليس قبله حتى الست ترضى عن شكلها ويقل عندها الشعر أهم شيء الفحص الدوري للضغط للسكر للدهوم هاي الست لازم كل زيارة نفحص ضغطها تفحص السكر وإذا طبيعي تعود تكرر كل ثلاث سنوات وفحص الدهون والكولسترول لأنه هذا يجعلها مطمئنة المضاعفات تقل أي نزيف غير طبيعي ما بين الدورات أو بعد ما تكون وقفتها الدورة الشهرية أو نزيف غزير يجب أن تشوف طبيبين نسائية لأنه ممكن لأنه حكينا هذو الستات أكثر عرضة أنه يصير محوم بطانة الرحم سميكة فبكونوا أكثر عرضة لسرطان الرحم حتى تستثني موضوع سرطان الرحم لأنه نسبة أنه يحدث سرطان الرحم بهذا المرض تكيس المبايض أعلى من بقية السيدات إذا لم يعالج إذا لم يعالج أما إذا تعالج وأي نزيف شكت فيه على طول راجعت فبتعالج المشكلة بأولها وبتعيش حياة طبيعية اللي حاب أذكره كمان أنه يعني الآن فيه توجه يعني عالمي أنه لإيجاد يعني علاجات أخرى وفحوصات أخرى يعني بتساعد أحيانا نستغني عن فحوصات ممكن تكون مزعجة كلها بإطار لبحاث وفيه تقدم سريع وممكن تدخل الآن في هذا الموضوع يعني نقطة كمان حاب أذكر فيها وأحكي بأهميتها أنه أي فتاة عمرها أقل من 18 سنة ما بيصير نعتمد على السونار في تشخيص تكيوس المبايض لأنه 70% من الفتيات الطبيعيات كانت جزء من نضوجها يعني مرحل من مرحل بلوغها بيكون في أكاس على المبايض فإذا عملت سونار وبالذات إذا الطبيب مش متطلع على هذه النقطة ممكن يتوهم أنه عندها تكيوس مبايض وحقيقة أنه ما عندها تكيوس ممنوعنا عمل السونار قبل 18 سنة معناته بنرجع بنقول أنه خلل همر هرموني تشخيصه وعلاجه بيكون بإيد طبيب الغدد الصم 100% شكرا دكتور محمد غنام وأهلا وسهلا فيك أهلا فيك ويسلام عليك شكرا أهلا شكرا